مكة خير بقاع الأرض وأحبها إلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغادرها مضطرا والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ولا يوجد بلد في العالم يجب على كل مستطيع من المسلمين أن يأتيه في العمر مرة واحدة على الأقل إلا مكة ولا يوجد بنيان في العالم يجوز الطواف به عبادة لله إلا الكعبة ولا يوجد حجر في العالم يجوز مسحه تعبدا إلا الحجر الأسود والركن اليماني ولا يوجد ماء في العالم يشرب تعبدا ويؤجر العبد على شربه غير زمزم وبمكة البيت الحرام وهو أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة ولما كان البيت الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة وحما وهو الحرم وجعل للحرم مواقيت فلا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام تعظيما لله تعالى وتقديسا لبيته الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن خصائص الحرم أنه يحرم على المشرك دخوله ويحرم البدء بالقتال فيه ويحرم قطع شجره إلا الإذخر ويحرم التقاط لقطته إلا لمن يريد تعريفها ويحرم قتل صيده أو تنفيره قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينثر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها وفي الحرم تضاعف الصلوات فالصلاة فيه بمائة ألف صلات فيما سواه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه وكما تضاعف في الحرم الحسنة فإنه يعظم فيه إثم المعصية قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم